السوشيال ميديا الحمد لله تسعين سعين من أقوى السوشيال ميديا في مصر الحمد لله يا رب أو من أكبر كمان الوسائل العالمية في الراديوهات كسوشيال ميديا إحنا محققين واخدين الدرع الفضي بالنسبة للقناة اليوتيوب وهناخد الدرع الزهبي كلها شهر أو شهرين عشان تبقى عارف بس مبروك مقدمة الله يبارك فيك السوشيال ميديا إحنا تعتبر يعني هو جزء كبير جدا أو يعني حاجة بنهتم بيها الدجتال عموما يعني مش سوشيال ميديا الدجتال عموما لأن الدجتال دلوقتي إحنا بنواكب العصر يعني يعني إحنا قدمنا برامج حتى من أوائل الناس اللي قدمت برامج على الدجتال الكلام ده كان في شهر فبراير اللي فات برامج مختلفة للموزعيين غير برامج الهوى وطبعا إحنا عملناها ديت على أساس إن إحنا يعني إنت معروف جدا موزيع التلفزيون ما هو بتشاف في التلفزيون حتى لو عمل برنامج دجتال حتى إحنا قلنا إحنا مختلفين الموزيع الإزاع مش معروف فموزيع الإزاع لو عمل برنامج دجتال الناس يعني هيجيب فيوز يعني إنت فهمت أصلي هيجيب مشاهدات فبنتابع طبعا على السوشيال ميديا طبعا كل ملاحظات وتعليقات طبعا المستمعين كلهم ومنحاول كمان نلبي كمان رغباتهم كمان غير كمان اللي إحنا كمان يعني هما بتبقى التسعين في المئة من رغباتهم اللي هي مثلا إيه عايزة يسمع أغنية جديدة برضو يعني من أغاني جديدة إحنا عندنا على الرغم إن الأغاني موجودة على اليوتيوب أي حد دلوقتي ممكن يختل على جوجل أو على يوتيوب ويجيب الأغنية اللي هو عز يسمعها لأنه بيطلبها من الإزاع وده بقى اللي بيختلف فأه ما بين إزاعة الإنترنت وإزاعة الإفم يعني مثلا لو حبيت أكلمك عنها إزاعة الإنترنت مثلا إزاعة الإنترنت الكبيرة مثلا 500 فرد بيسمحها ألف فرد دي إزاعة الإنترنت فمثلا هو ماشي في ألبا العربية مثلا في كاتب بلاي لست بيبعثها إزاعة الإنترنت ويوم يشغلوا بلاي لست لكن إحنا عندنا الإزاعة هو بيسمع ما هو جديد الحصري بيحب يسمع مثلا محمد شازل مثلا في برنامج كذا وأنه هارده بيتكلم عن قضية كذا أو موضوع كذا فورمات برنامجه كذا فهيشغل أغنية كذا يريد تشغلي أغنية كذا المستمع نفسه مثلا رايح مناسبة يخطب مثلا رايح مثلا أي مناسبة عايز يسمع مع قطبته مع والدته دمت الخطوب دمت الخطوبة مثلا فدي بيتخلي المستمع وأنا قلت هلك في بداية القاية معك وقلت لك المستمع حتى وهو في قلب العربية هو لما بيجيب الراديو هو اختياره وليس يعني هو عايز يسمع الراديو أنت عارف أنه كويس يعني فيه إحصائية طرعت من الأمم المتحدة قالك أن الراديو نسبة استماعه 85% حول العالم يعني ما زال رغاية دلوقتي الواسية تحفظ بمكانته فالراديو يعتبر كمان الراديو من أهم كمان الوسائل العالمية لأنه سهل وليل في التكليفة يعني زي أرخص وسيلة تقدر توصلك المعلومة وبيواكب كمان التكنولوجيا كمان يعني أنت مثلا عن طريق مثلا حتى كمان دلوقتي أنت ممكن تشوفي دلوقتي المزيع والضيف بتاعه جوه للستوديو عن طريق الابليكيشن فتتبع البرنامج بتاعه وبتشوفيه غير كمان أنه هو كمان بيبني عند المستمع كمان حاسة التخيل والمزيع ده بيتكلم إزاي ما هو ساق العربية مش فتح الابليكيشن بيسمع المزيع ده بيتكلم إزاي وضيف بتاعه دوت بيقولوا إيه طب في الفاصل دوت والأغنية شغالها هم هل هم بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا في موضوع تاني مختلف أو 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 بيجهزوا الله اللي جاي بعدها بيجهزوا اللي جاي بعدها أو بيجهزوا اللي بعدها الزكاة الاصطناعي دخل لعلام الإزاعة طبعا ما أنا بقول لك إحنا عاملين برنامج AI بالعربي بتقدمه زملائتنا رغدا شيمي طلعنا به أول يناير في الخريطة الجديدة لاينا الموضوع طبعا أن الزكاة الاصطناعي دوت ده حاجة مهمة جدا وأنا زي ما قلت لحضرتك أن الإزاعة دايما بتواكي بالتكنولوجيا هي أساسا بتدخل في التكنولوجيا يعني ما تلاقي أي حاجة جديدة التكنولوجيا مطلعة تلاقي الإزاعة فيها يعني المجوم مطلعة موضوع الابليكيشن دوت الإزاعة عاملين نفسها تقدر تشوفي صوت وصورة لكنك قاعدة جوا في قلب الستوديو فطبعا طبعا موضوع الزكاة الاصطناعي دوت ده مستقبل المستقبل القادم دلوقتي فقلنا بنقدم البرنامج دوت ويعني نشرح يعني إيه زكاة الاصطناعي بتكلم جمهور جديد كمان بتاخد جمهور صغيرين حتى مش بس الشباب بتكتزب جمهور جديد الأقدر على استخدام الابليكيشن ده أكيد ده غير كمان موضوع كمان الزكاة الاصطناعي انت عارف كمان الجماعات حتى في مصر حتى وجماعات الأهلية الحكومة عملتها الجديدة عاملوا فيها أقصام كتيرة جدا للزكاة الاصطناعي عشان الطلبة تقدر تخش القسم دوت وليه مستقبل كبير جدا يعني انت عندك كم قرية زكية في مصر كل الناس فاكرت القرية زكية بس اللي في اكتوبر لا ده فيه بتاعة أربعة كرة في مصر كل دها شغالة بالزكاة الاصطناعي دلوقتي يعني فليها مستقبل كبير جدا في مصر